شددت وزارة شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها وفي تعميم بشأن التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك فقد أكدت الوزارة على منسوبية المساجد من أئمة ومؤذنين عدم نقل صلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها